مرحباً أنا دكتور مايك إيفنز أعتقد أن الإقلاع عن التدخين رحلة وقد تكون رحلة قصيرة وسهلة وغالباً هي رحلة طويلة من الإقلاع والانتكاس تترك أثراً على علاقة شخصي بنفسه وبالسجارة تبدأ الرحلة بشعور لطيف وفرصة للتمرد أو الانتماء وتنتهي بورطة يعاني المدخن أعراض انسحاب النيكوتين فيعالجها بسجارة أخرى تريحه مؤقتاً يبدأ المراهق تدخين على أن يتركه عند سن العشرين لكنه يفشل في ذلك حتى بعد الأربعين يعتمد النجاح في الإقلاع على قدرتنا على التغيير وهذا للأسف ما لا نجيده عندما أفكر في التغيير أفكر في أمرين أين أنت الآن وكيف تتغير وسنبدأ من حيث أنت الآن أثناء درست الطبي اعتقدت أني سأزم تدخين وأحول المدخن لغير مدخن بالضربة القاضية أما الآن فأرى الأمر بشكل مختلف وبحسب المرحلة فقد تكون في مرحلة ما قبل التفكير ولا تفكر في الإقلاع فحوالي 75% من المدخنين يرغبون في الإقلاع و25% منهم لا يهتمون أو ربما تكون في مرحلة التأمل والتفكير ولست على استعداد الآن المرحلة التالية هي الإعداد ولا بد أنك قد حاولت الإقلاع سابقاً فماذا فعلت؟ وما الذي ساعدك؟ ولماذا انتكست؟ وقد تكون جاهزاً للتنفيذ والبدء وليس هناك وقت مثالي للإقلاع ودائماً أقول لمرضاي سيكون الإقلاع تحدي لك الآن وهو تحدي أيضاً بعد خمس سنوات فلما لا تبدأ الآن؟ وأخيراً تأتي مرحلة الاستمرار حين تصبح غير مدخن تحاول البقاء عند البدء قف وفكر ما أهميتها التغيير بالنسبة لي وما هي قدرتي وكفاءتي في التغيير مهمتك أن تكون صادقاً مع نفسك وعلي مساعدتك لتنال عشر من عشر المفهوم الثاني هو ماذا نغير؟ وهذا واضح نريد التوقف فوراً لكن المطلوب تغير أشياء كثيرة وستكون كمن ينهي علاقة غرامية ويحاول إنهاء الأمور ببساطة إلا أنه يكتشف أن إنهاء العلاقة يتطلب تغيير أسلوب حياته وتجنب أماكن معينة وشغل نفسه بأشياء جديدة إن إنهاء علاقتك بالتدخين يتطلب أشياء كثيرة في حياتك لتنجح في الإقلاع التالي هو لماذا أتغير؟ أعتقد أن بإمكاني إعداد مقطع من عشر دقائق لسرد الدواعي الطبية للإقلاع ولكني أفضل أن لا أشغلك بذلك فأنت تعرفها ولا أريد أن أشعرك بالدم حقيقة أنا أخضي بعض الوقت لأسأل مرضاي ما الذي يعجبهم في التدخين وقد يبدو ذلك مضحكا ولكن علينا أن ندرك أن هناك إيجابيات أو ما ينظر إليه المدخنون بإيجابية ومن المهم التوقف عند تلك التصورات وسأستعرض بعضها السجارة صديقتي إنها تخلصني من التوتر وتؤدي الاسترخاء لا أنكر شعورك ببعض الارتياح عندما تدخن سجارة ولكني أرى الأمر بشكل مختلف أنت مدمن على النيكوتين النيكوتين يصل إلى الدماغ في ثوان ويؤدي لتحسن مؤقت في المزاج ومع الزمن يتغير دماغك مما يدفعك لتدخين أكثر للحصول على نفس التأثير يقاس الإدمان على النيكوتين بأسئلة بسيطة هل تدخن أكثر من 15 سجارة لوميا؟ هل تدخن خلال 30 دقيقة من الاستيقاب؟ هل يصعب عليك الامتناع عن التدخين أكثر من 4 ساعات؟ يؤثر النيكوتين بفعل الجرعات الصغيرة المتكررة فإذا أخذت 15 نفسة من سجارة وكنت تدخن 20 سجارة يوميا فهذه 300 جرعة وإذا اعتقدت أن التدخين يخفف التوتر ويشعرك بالرضا فالسجائر حقيقة لا تفعل ذلك بل تذهب عنك أعراض الإدمان مؤقتا والتدخين لا يجعل تركيزك أفضل بل يجعل مستقبلات النيكوتين طالبك بالمزيد التدخين يرفع نبض القلب وضغط الدم ومعدل التنفس وهذه أعراض التوتر وليس أعراضا لخفض التوتر دعني أكرر السجائر لا تخفف إلا التوتر الذي يسببه نقص النيكوتين وليس التوتر الحقيقي هناك لحظات تثير لدي الرغبة في التدخين مثل القهوة العلاقة الحميمة الوجبات أشخاص معينون أوقات الراحة المكالمات الهاتفية كيارة السيارة وغيرها استعد ببعض التغييرات قبل وأثناء تناول القهوة وفعل شيء بعد الوجبات تخلص من طفاية السجائر في سيارتك حاول أن تجد ما يشغلك في فترة الراحة أو المكالمات وفرق بين رغبتك في الحصول على الكافين من القهوة أو النيكوتين من السجائر فأنت الذي أوجدت هذا الرابط بينهما أما تناول الكحول فيضاعف الخطورة وعليك الانتباه في المناسبات الاجتماعية ومع الأصدقاء أريد شيئا في يدي نعم ربما كنت تحرك يديك ثلاثمائة مرة في اليوم وعليك استبدال ذلك بالعلك أو بشرب العصير أو الحلوة أو أن تتلهى بالهاتف الجوال لتبقي يديك مشغولتين لاستبدال هذه الحركات اليومية سوف يزيد وزني نعم قد يحل ذلك وأظن هذا تسويقا وليس حقيقة وأسميه تأثير برجينيا للتنحيف في المعدل تزيد أوزان من يقلعون عن التدخين بحوالي 2.5 كيلوغرام وهذا يجعل أن نفكر في أمرين أولا ركز على السعرات التي تتناولها والتي تستهلكها وفكر أيضا في مراجعة الروتين اليومية لحياتك مثل المشي ثانيا تجنب تناول الطعام كوسيلة لتحسين المزاج ويمكنك استبدال إمساك السجارة بإمساك قطعتين من الجزر نقطة أخرى حول زيادة الوزن من وجهة نظري كطبيب أن المردود الصحية للتوقف عن التدخين أعلى بشكل مذهل من زيادة الوزن تذكر أن تدخين علاقة وترك التدخين لتطلب بناء علاقات جديدة فقد تبدأ علاقة مع دراجتك أو مع السلطات أو مع المشي بانتظام أو أعمال المنزل أو الأصدقاء الداعمين إلى آخره التالي هو كيف؟ ماذا أحتاج من مهارات؟ وكيف أتغير؟ وكيف أنجح؟ لنبدأ بقوة الإرادة إنها كلمة غريبة وتتداخل مع السلوكيات التي نصفها هنا وهي كلمة لا أحبها فالناس يرونها إما أبيض أو أسود فإذا نجحت فلديك إرادة وإذا فشلت فليس لديك إرادة يقدم العلم رسالة مختلفة حول الإرادة في الإقلاع عن التدخين فنجد أن 5% ممن حاول الإقلاع توقفوا ما بين 6 إلى 12 شهرا وتحدث معظم حالات الانتكاس في الأيام الثمانية الأولى ومن وجهة أخرى فثلث إلى ثلاثة أرباع الذين يقلعون عن التدخين يفعلون ذلك دون مساعدة وللتوفيق بين هذه المعلومات نستنتج أن المسار الطبيعي للإقلاع يجعلنا ننظر إلى كل تجربة على أنها البروفات النهائية للنجاح في آخر المطاف هناك دلائل على أن تصورنا عن إمكانية الإقلاع عن التدخين غالبا ما تكون أكثر قتامة من الواقع ففي دراسة بريطانية حول خبرات الإقلاع عن التدخين أفاد 53% بأنه ليس من الصعب على الإطلاق التوقف عن التدخين وأفاد 27% أن الإقلاع كان صعبا إلى حد ما ووجد الباقون أن من الصعب جدا التوقف عن التدخين ومن ناحية أخرى ستكون فرصتك في النجاح أفضل إذا اتبعت بعض الوسائل وإذا فشلت أضف وسائل جديدة هناك نوعان من الإدمان أحدهما سببه إدمان النيكوتين والآخر هو روتين الحياة ودعونا نرى كيف نقلع عن كل النوعين لنبدأ بالعلاجات التي لم تثبت فعاليتها وما هي إلا إضاعة للمال مع أن بعض مرضاي وجدوها معينة لهم عن الإقلاع وهذا لا يهم منها العلاج بالليزر، الوخز بالإبر، التنويم المغناطيسي فبمقارنة هذه العلاجات مع العلاج الوهمي أو مع من أقلعوا وهم على قوائب الانتظار لا نجد فرقا يعتد به أما الأدوية المساعدة على الإقلاع وخصوصا المدعومة بالتدخل السلوكي فيمكن أن تضاعف فرصتك في النجاح وكثير من المدخنين يقاومون فكرة تناول الأدوية الغريب هو استعدادهم لاستنشاق سموم الدخان بينما يرفضون استخدام الأدوية لبضعة أسابيع أو أشهر لوقف التدخين بقية حياتهم تتعامل بدائل النيكوتين مع إدمان النيكوتين دون استنشاق 7537 مادة سامة وهذا يدعو للقلق فالناس يموتون في كندا يموتوا على دركاب طائرتين بوينغ إسبوعيا بسبب التدخين وليس بسبب بدائل النيكوتين تحتوي بدائل النيكوتين على نسبة أقل بكثير بما تحويه السجارة فيمكنك وضع لاصقة النيكوتين أو أقلاص المص أو البخاخ أما اللاصقة فتوفر لك الحد الأدنى من النيكوتين لخفض الرغبة في التدخين أما الطرق الثلاثة الأخرى فتقدم لك جرعات حسب الحاجة عند الإحساس بالرغبة في التدخين بما في ذلك عاد تفتح حلبة ووضع شيء في فمك ومما يجب معرفته عن بدائل النيكوتين ما يلي أولا يمكنك اختيار بديل النيكوتين دون وصفة طبية فقد تفضل اللاصقة أو العلك أو حبوب المص أو البخاخ لخفض رغبتك في التدخين وهذا شيء جيد أو ربما كنت تدخن أقل من عشر سجائر يوميا وتفضل استخدام العلك وقد يساعدك الصيدلي في اتخاذ القرار وتذكر أن بدائل النيكوتين أقل كلفة من السجائر فالمال ليس عائقا خصوصا إذا علمنا أن من يدخل علبة سجائر واحدة يوميا ربما يخسر 3600 دولار سنويا فتخيل ما يمكن فعله بهذا المال أو ادخاره في عشر سنوات ثانيا مع بدائل النيكوتين يمكنك الفطام عن التدخين تدريجيا وعلم بأن استخدام النيكوتين والتدخين معا لا يزيد خطر الجلطات القلبية والتدخين وحده يفعل ذلك وقد تكون بدأت التدخين بالتدريج فيمكن أن يحدث نفس الشيء عند الإقلاع وإذا شعرت بالحاجة لشهر آخر من العلاج فلا بأس لن أدخل في تفاصيل أدوية الإقلاع عن التدخين ولكن سأعطيك لمحة عن أكثرها انتشارا الأول هو زبان أو برو برو بريون وقد بدأ استخدامه كمضاد لاكتئاب ثم لوحظ أن من يتناولونه يتخلصون من التدخين بشكل أسهل وشانبكس في الولايات المتحدة استخدم عقار وهو أحدث وقد يكون أكثر فعالية إلا أن له بعض الآثار الجانبية ولا يناسب الجميع ويمكنك مناقشة هذه الخيارات مع طبيبك أخيرا نتناول التدخلات السلوكية وقد ذكرت بعضها الناس لا يدركون كم لديهم من المصادر فالحكومات تقتص الكثير من ضرائب التدخين لدعم برامج رائعة للإقلاع من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتقديم المشورة أو التواصل مع من يمرون بنفس التجربة أو من نجحوا في الإقلاع تحدث إلى أحدهم تصفح الإنترنت اشتري كتابا وحصل على الرسالة في الشهر التالي الإقلاع أريدك أن تستعد لبعض المصاعب وتجنب المخاطر وأنت تعرف هذه الحالات وقد تود إبلاغ الأشخاص المعنيين بذلك مسبقا ركز على التقليل من التوتر فالتوتر يحدث من حولنا أخبر من حولك قائلا هاي أنا أخلع عن التدخين هذا الشهر فكر في الاستراتيجيات الثلاثة تجنب ما يسبب لك التوتر غير توقعاتك حول ما يجب عليك فعله وكن واقعيا في إدارة تلك التوقعات وأخيرا القبول ولنا أن نستخدم قيادة السيارة كمثال تخيل نفسك في أحد الاختناقات المرورية ثم يتلف إطار سيارتك خذ نفسا عميقا ركز عن الممكن وتقبل غير الممكن افترض أنك تركت التدخين ممتاز لقد نجحت وكسرت القيد فماذا بعد؟ أولا أنت رائع ثانيا سيكون هناك صعود وهبوط ولكن صعودة سيكون أكثر خصوصا بعد الشهر الأول توقع أعراضا متفاوتة لانسحاب النيكوتين ومنها عودة الرغبة في التدخين والصداع والعصبية والتهيج والطرابات النوم أو الإقبال على الطعام كن مستعدا وحضر أطعمة صحية لذلك وقد تزيد نوبات السعال فهذا وقت نظافة الرئتين أخيرا يقول المثل الياباني النجاح أن تقع سبع مرات وتنهض ثماني مرات وإذا خرجت عن المسار فلا تشعر بالتأنيب فقد ذكرت لك من البداية إنها رحلة عد وطلب المساعدة فهذا أفضل شيء يمكن أن تفعله لا تشعر بالعجز تعلم المزيد وعد لجولة أخرى شكرا ليصغائكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة